أحسن الله إليكم هل صحيح أن اجتماع يوم العيد والجمعة بأن صلاة العيد تغني عن صلاة الجمعة نعم تغني عن صلاة الجمعة من صلى العيد مع الإمام أما الإمام نفسه فيجب عليه أن يقيم صلاة الجمعة ويكون من حضر صلاة العيد له الخيار إن شاء حضر الجمعة وإن شاء صلى ظهرا وأما من لم يحضر العيد فيجب عليه أن يحضر صلاة الجمعة تتبين الآن أن الإمام لا تسقط عن صلاة الجمعة لا بد أن يقيم الجمعة لكن المأمومين هم الذين يفصل فيه فيقال من حضر صلاة العيد مع الإمام فله أن يحضر الجمعة معه وهو أفضل وله أن يصلي ظهرا في بيته ولكن لا تقام صلاة الظهر في المساجد نعم وأما من لم يحضر صلاة العيد مع الإمام فإنه يجب عليها أن يحضر صلاة الجمعة ترجمة نانسي قنقر